رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من الممكن أن تحذو دول أخرى حذو الإمارات في توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل وخلال مؤتمر صحفي كشف ترامب عن أنه قد بدأ حوارا مع ملك السعودية بهذا الشأن أيضا يذكروا أن البيت الأبيض سيستضيف مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب الثلاثاء المقبل هذا رئيس يسعى للكسب في انتخابات تقترب وهؤلاء حواضنه ومحبوها يقتطع لهم الوعود ويضرب لهم المواعيد ومن تلك المواعيد توقيع الاتفاق الذي سهر عليه وأنضجها بين الإمارات وإسرائيل سيكون ترامب المضيف وسيكون المستفيد أيضا ربما سيتم الأسبوع المقبل توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض قد تنظموا دولة أخرى وسأخبركم حينها وهناك دول أخرى مستعدة للتطبيع لقد بدأت الحوار مع ملك السعودية بهذا الشأن إذن أسبوع ويحتفى بما كان يبدو في العالم العربي محظورا مكروه القائمة حتما ستطول ذاك رهن للوقت فقط وتلك بشرى الرئيس الأمريكي يزفها لحواطنه وللمنتظرين المطبعون إذن يصطفون على الأبواب الدول الصغيرة في أحجام الجغرافيا وأوزان السياسة ستلتحق والبلدان الكبيرة في مخيال الناس ووجدان عقائدهم ستأتي في النهاية أيضا طائعة ومن يريد أن يعتبر من الفلسطينيين في ظن ترامب سيهرول هو أيضا لطاولة تفاوض كان يشكو أنه يراد أن يسلم فيها كل ما تبقى من حقوق الرياض إذن قد تكون من المطبعين وهي من تريد الإدارة الأمريكية أن تكون الوجهة التالية لكن في المملكة حرج كبير يقول الرافضون لن يكون التطبيع مجرد فعل من أفعال السيادة كما يشاع بل ثقل ستنؤ تحت أعباء الجهر بها وذاك ما يؤخر إشهار علاقة لا يكتمها أحد قد يرفض العاهل السعودي أن يحسب التطبيع على عهده وقد يرغب هذا الأمير أن يكون خالصا لعهده هو حين سئل السعوديون عن كل هذا الذي يجري كان الجواب متمسكون بمبادرة السلام العربية لكن الوثيقة يقول المشككون أنها بعد اندفاعة أبو طبي الأخيرة صارت من أرشي في التاريخ القديم هكذا تلح المملكة جهارا أن للتطبيع أثمانا غالية أبخسها تشكيل دولة فلسطينية كما نصت عليه مبادرتها لاستلام وتخوض المملكة سرا يقول ترامب هذه المرة حوارا لأجل التطبيع لا موانع فيه ولا محاذير وللقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلي من رام الله الكاتب والباحث الفلسطيني ساري عرابي أهلا بك سيد عرابي ترامب يتحدث بثقة شديدة عن أن هناك دول عربية ستلتحق بقطار التطبيع من أين لترامب كل هذه الثقة وهذا التصريح الذي ربما حول قضية إشكالية جدا في العالم العربي يعني أولا ترامب ليست هذه المرة الأولى التي يستغل بها الموضوع الفلسطيني ويستغل بها بعض الدول العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية في سياقات انتخابية كلنا نعلم أن ترامب أكثر من مرة أهانى الملك السعودي بين أنصاره يعني بين أنصار ترامب على وجه الخصوص دون أن يكون هناك في المملكة العربية السعودية أي رد فعل على ذلك ولو حتى بتغريدة يكتبها كاتب مجهول على موقع تويتر وبالتالي هذه السياقات الانتخابية لترامب هي سياقات معروفة لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن كلام من ترامب هو شك بدون رصيد أو بمعنى ليس له مصدق في الواقع لا بالتأكيد له مصدق في الواقع يعني مثلا ما الذي يمنع أن تكون دولة البحرين هي الدولة القادمة مثلا في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي لسيما أنها هي الدولة التي استضافت الورشة الاقتصادية التي شكلت مقدمة اقتصادية لصفقة ترامب التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية إذا كانت الإمارات يعني أصبحت تموذجا تطبيعيا واضحا وبصورة فجأة ومستفزة جدا طبعا للمشاعر الفلسطينية والمشاعر العربية ما الذي يمنع أن يكون في هناك دول أخرى إذا كانت سودان أعطت إشارات تطبيعية إذا كانت المملكة العربية السعودية نفسها أعطت إشارات تطبيعية ما الذي يمنع لا سيما ونحن نتحدث عن تحالف شرق أوسط يضم عددا من الدول العربية إلى جانب الكيان الإسرائيلي طيب الفلسطينيون يصفون ترامب اليوم بأنه الوكيل الحصري للتطبيع مع إسرائيل يعني لكن البعض يعتقد بأنه ليس سوى وسيط أخرج العلاقات السرية إلى العلن بالتأكيد في هناك علاقات سرية تجمع عددا من الدول العربية والكيان الإسرائيلي منذ فترة طويلة من الزمن على الأقل دعنا نقول مثلا منذ 11 11 سبتمبر حينما بدأنا نرص التغير في السياسات الإماراتية والسياسات السعودية تجاه القضية الفلسطينية على وجه الخصوص كان واضح تماما أن هذه الدول معنية بإعادة تسويق نفسها وإعادة تقديم نفسها لدى القوى الغربية والثمن عادة ما يدفع من الكيس الفلسطيني بالتأكيد في هناك علاقات استراتيجية تطورت خلال هذه الفترة وربما بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد كان في هناك اتصالات مباشرة بين عدد من الدول العربية ولسيما الدول الخليجية وبين الكيان الإسرائيلي وطبعا بات ثابتا وواضحا ومعروفا للجميع أن هذه العلاقات أخذت شكل التعاون الاستخباراتي أخذت شكل التعاون التقني والتجسسي على العديد من العرب والمعارضين والشخصيات التي تعدها هذه الدول العربية مناوئة لسياساتها ومناوئة لمشاريعها لكن أعتقد أن ترامب دفع ذلك دفع كبيرا للأمام في الحقيقة أصبح هناك تصور مشترك لإدارة المنطقة العربية بعد الثورات العربية تصور مشترك بين إسرائيل وبين عدد من الدول العربية ولسيما في عهود جديدة للحكم تطمح للوصول إلى الحكم من خلال استغلال النافذة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا حينما نتحدث عن تصور مشترك أو نتحدث عن علاقة التحالف لا نتحدث عن علاقة التحالف متكافئة نحن نتحدث عن تابع ومتبوع المتبوع في هذه الحالة أود أن أعود معك سيد عربي أكثر لموقف الرياض الرياض تقول أنها ما تزال متمسكة بالمبادرة العربية في ذات الوقت تفتح أجواءها أمام إسرائيل وتصمت عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي البعض يقرأ ذلك على أنه تناقض في الموقف السعودي بين الملك الأب والوريث الإبن والبعض يرى أنه جزء من استراتيجية مدروسة لتوزيع الأدوار كيف تقرأه؟ أعتقد أن هذا جزء من استراتيجية مدروسة لتوزيع الأدوار وأعتقد للأسف الشديد أن المملكة العربية السعودية هي أخطر القوة التطبيعية في هذا الوقت الحالي تحديدا نحن نتحدث عن العهد الراهن الإشارات التطبيعية والممارسات التطبيعية للمملكة العربية السعودية صحيح أنها لم تصل إلى حد الاستظهار والإشهار العلني كما حصل فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة لكن هناك العديد من الممارسات الخطيرة التي لم تقترفها حتى دولة الإمارات يعني مثلا ما الذي يدفع المملكة العربية السعودية لدفع خطيب الحرم المكي لتقديم خطاب جديد فهم منه الجميع أن هذا الخطاب يمهد لخطوات تطبيعية ما الذي يجعل المملكة العربية السعودية تخرق قوانينها هي وتسمح للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائها ما الذي يسمح للمملكة العربية السعودية منذ أربع أو خمس سنوات بشن حملات مكثفة ومستمرة ومتواصلة ومتجددة تبشر بالتطبيع تدعو للتطبيع تهاجم الشعب الفلسطيني تهين الشعب الفلسطيني حتى تتبنى السردية الصهيونية سواء من خلال الجان الإلكترونية التي تسمى بالذباب الإلكتروني أو من خلال قنوات إعلامية معروفة أو شخصيات معروفة أو حتى من خلال الصحافة الورقية التي تطبع وتوزع داخل المملكة العربية السعودية فضلا عن أنه قد ثبت أيضا أن المملكة العربية السعودية اشترى التقنيات الجسوسية من إسرائيل وبالتالي نحن نتحدث عن علاقات تطبيع ونتحدث عن ممارسات لتمهيد للتطبيع متى تصل المملكة إلى خطوة هذا التطبيع هنا الأمر الذي يبدو غامضا حتى هذه اللحظة وهو ما يتحدث عنه ترامب في الوقت الحالي أشكرك جزيلا شكر ساري عرابي من رام الله الكاتب والباحث اشتركوا في القناة